لم تأخذ الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق المكانة الكبيرة في اهتمام العراقيين وهذا ما ترجم في العزوف الكبير عن تحديث سجلات الناخبين لا سيما في المدن المدمرة بحسب مفوضية الانتخابات وهذا العزوف المحمول ضمنا على غضب ويأس من التغيير ألجأ المتصارعين إلى أسليب أخرى للتحايل على الواقع كظاهرة شراء أصوات الناخبين التي تعد الأسلوب الأكثر انتشارا بين القوائم المتنافسة في الأنبار وجدت القوائم الانتخابية في حاجة النازحين في المخيمات أرضا خصبة كما اعتقدوا لتسويق بضاعتهم هناك والظهور بمظهر المحسن اللاهث وراء أهله بصورة قال عنها مراقبون إنها تمثل أبشع صورة لاستغلال المعاناة سريعا لحق الساسة في نينوى بنظائرهم في الأنبار فقد كشف النائب عن محافظة نينوى عبدالباري الزيباري عن سعي بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية من مواطني الصيح للأيمن للموصل الموجودين في مخيمات النزوح بكردستان العراق مؤكدا أن المبالغ المالية التي تصرف على تزوير العملية الانتخابية المقبلة وشراء الذمم ضخمة جدا الأمر الذي يشير إلى وجود دعم دولي كبير وهذا يتماشى مع تحذير مماثل للنائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي من محاولات من وصفهم بالفاسدين شراء أصوات الناخبين والعودة مجددا إلى العملية السياسية في العراق ومما يزيد الطينبلة هي الأسليب المتبعة من قبل مفوضية الانتخابات بتوزيع بطاقات الناخبين التي يحملها البعض على غاية مشبوهة فأثيل النجيفي محافظ نينة والسابق قال أن هناك مخططا لضرب العرب انتخابيا في المحافظة من خلال الإجراءات المفوضية التي تتعمد تشويها صورة التوازن السكاني في المحافظة عبر توزيع بطاقات الناخبين في مناطق المكونات بنسبة تزيد عشر ضعفا عن توزيعها في مناطق الأغلبية العربية أو تعطيل الأجهزة والدوام من غير مبرر ومن غير المبرر أو المعقول أن يعترف مسؤول بفشله ثم يقدم نفسه مجددا كناجح بمشهد ينتحر فيه المنطق أو يكاد